أدى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المواطنين من أهالي محافظة الحديدة في مدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة وتقدم جموع المصليين محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر وقائد محور الحديدة العميد زايد منصر وقائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العميد عبد الجبار الزحزوح ومدير أمن المحافظة العميد نجيب ورق وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والمشائخ والأعيان وعقب الصلاة والاستماع إلى خطبتي العيد تبادل طارق صالح مع جموع المواطنين التهاني العيدية بهذه المناسبة الدينية العظيمة وأعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن سعادته بمشاركته أبناء محافظة الحديدة فرحة العيد وثمنا مواقفهم الوطنية ضد الإمامة وأبناء بها قديما وحديثا اشتركوا في القناة